عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع وزير الخارجية سامح شكري حيث طلع الرئيس خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي والتي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأد سبابا شهدت نتائج القمة اتساقاً مع المواقف المصرية بشكل عام خاصة ما يتعلق بمنقررات مجلس الأمن والإفريقي وحالة السلم والأمن في أفريقيا وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخامس للقر فضلاً عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن والذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقي الموحد في هذا الإطار كما شرقت مصر في اقتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقة بشأن تغير المناخ والذي شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية قاب 27 للمناخ بشرم الشيخ والنتائج الإدابية التي تم تحقيقها خلالها وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار